اول قرار من مرتضى منصور بعد موقعة الرجاء بالمغرب مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم حضرتكم من جديد في قناة اخبار عجلة اكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان الفريق لعب مباراة الرجاء في المغرب بنصف القوة بعد غياب فرجاني ساسي واصابات محمود علاء وحازم امام ومحمد عبد الشافي وغيرهم وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور صرف مكافأة مالية للعاب الفريق بعد تحقيق الفوز على الرجاء المغربي في زهاب نصف نهائي دوري اطال افريقيا واعلن مرتضى منصور عن قرار ادارة النادي بصرف خمسين الف جنيه لكل لاعب في قائمة الفريق سواء المشاركون او حتى المستبعدون من القائمة وقال مرتضى انه رغم تعاند اللجنة الخماسية فقد اكد للعبين ان يستنفروا قوتهم وطاقتهم من رئيس النادي الذي يقف امام الحرب ضده وما زال صامدا واضاف ان اللاعبين يشعرون بالامان دائما لانه تم توفير مناخ جيد لهم في عهد مجلس الادارة الحالي وشدد ايضا على انه ابلغ اللاعبين بانهم لو فازوا في مباراة ازهاب امام الرجاء فسيكون الفريق هو المتآهل للنهائي وقال مرتضى منصور نصا اللاعبون يريدون دفع قوية من رئيس النادي وهو ما حدث بالفعل بعد حديث معهم بعد المحاضرة الفنية قبل المباراة بيوم وكشف ان محمود علاء ابلغه بانه سيكون جاهز لمباراة العودة ومعه حازم امام موضحا انه يسق في من سيلعب ويعتبر الجميع ابنائه وهم رجال رغم المعركة الشارسة التي اتعرض لها النادي بمحاولة اقاعه عن طريق الحرب ضد رئيس النادي وقال مرتضى منصور ان البطل الحقيقي هي جماهير الزمالك العظيمة والتي قامت بمساندة اللاعبين ودعمهم بشكل دائم طيلة الفترة الماضية خاصة قبل اللقاء حيث قال ان نادي الزمالك لديه اعظم جماهير في العالم ويساندون الكيان وهو ما كان يطلبه منهم دائما بمساندة الكيان وليس رئيس النادي او اشخاص وتترق رئيس الزمالك للحديث عن المدير الفني حيث شدد على ان البرتغالي باتشيكو مدير فني محترم والبعض كان مختلفا عليه وكانت لنا تجربة سابقة معه وحقق عددا من الانتصارات واوضح ان لديه مساعدين سواء الاجانب او المصريون على اعلى مستوى وفي النهاية ابارك لكل الفريق سواء البهز الفني او الطب او الاداري وكذلك اسماعيل يوسف رئيس البعثة بالمغرب في النهاية شكرا لك عزيز المشاهد لقد اعجبك الفيديو اضغط لايك اما لو كنت بشاهدنا للمرة الاولى اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس ليصلك اشعار بكل ما هو جديد لدينا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة